استعدادا لانطلاق الموسم السياحي في اليونان تحاول السلطات اخلاء ميناء بيرايوس احد اكبر الموانئ في العاصمة اثنى من الاف اللاجئين والمهاجرين الذين اختاروا ارصفته مأوا لهم بينما تحاول السلطات اقناعهم بانه من الافضد لهم التوجه الى مراكز استقبال منظمة اما في النمسا فقد انتهى التدفق اللامحدود للمهاجرين واللاجئين على هذا البلد حيث تمهد السلطات لاقامة سياج يقطع الطرق امام من يرغب في الوصول الى ممر برينر احد الطرق الرئيسية نحو ايطاليا وما زال يوجد في اليونان حوالي خمسين الف مهاجر اما في ايدوميني على الحدود مع مقدونيا فان المكان يضيق بنحو احد عشر الف لاجئ ومهاجر حاول العبور باتجاه مقدونيا لكن قوات الامن المقدونية واجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع لصدهم وفي محاولة يائسة رد بعض اللاجئين برمي الحجارة في من سحب الباقون يائسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر